مقتلوا أكثر من عشرين مدنياً في دير الزور بقصف متبادل بين قصد وسلطة الأسد عقب شهر من إقامته اعتصام الكرامة في عفرين مستمر بمطالبه بحث خلاله ملف الحل السياسي واللاجئين السوريين لقاء بين وزير الخارجية التركي ووفد من الاتلاف الوطني السوري نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم أهلاً ومرحباً بكم قلت إلى ما لا يقل عن عشرين مدنياً وأصيب آخرون جراء القصف المتبادل بين قصد وقوات الأسد في محافظة دير الزور وذلك خلال الاشتباكات المندلعة بين الطرفين منذ يومين المزيد من التفاصيل في التقرير التالي ما بين خلافات قصد والأسد يدفع أهالي دير الزور الثمن مراسل حلب اليوم أكد مقتل أحد عشر مدنياً بينهم طفلة وجرح آخرين بقصف صاروخي استهدف بلدة الدحلة مصدره مناطق سيطرة قوات الأسد شرق دير الزور استهداف المدنيين لم يقتصر على قوات الأسد فقد ذكرت مصادر موالية أن تسعة مدنيين بينهم أطفال أصيبوا بقصف صاروخي مصدره مناطق سيطرة قسد استهدف بلدة البوليل في ريف دير الزور الشرقي صباح اليوم الجمعة القصف الذي طال أبناء العشائر العربية المدنيين يبدو أنه يرتبط باتهامات متبادلة بين قصد وسلطة الأسد على إثر تحرك العشائر العربية في المنطقة إذ تتهم قصد سلطة الأسد بتحريك العشائر ضدها وهو الأمر الذي نفته قوات العشائر التي قالت إنها تعمل لصالح أهل المنطقة فقط وهنا تظهر لسلطة الأسد غايات أخرى لا سيما أن ضحايا القصف اليوم هم من أبناء تلك العشائر وحول غايات سلطة الأسد يقول العميد الركن والمحلل العسكري عبدالله الأسعد لحلب اليوم نظام بشار الأسد يعني غايته من اقتتال العشائر مع قصد هو أن يعني يبقى سيد الموقف وهو الحكم بين هؤلاء جميع وخاصة في ضل يعني مهاترات طبعا مضبوطة لقاعات يعني بعض الأحيان مثلا محاصرة المربعات الأمنية وما حدثها قبل يومين أما السيمة العملة للنظام غايته هو ضرب كل هؤلاء يعني أسلوب استعمار فرق قصد بين العشائر وبين قوات قصد وجعل المنطقة بالكامل هي منطقة التوتر ومنطقة ليست يعني هادئة وهذا ما يسعى إليه نظام الأسد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أعرب عن القلق العميق إزاء هذه الاشتباكات والتصعيد في دير الزور مشيرا إلى مقتل وجرح عشرات المدنيين جراءها وتضرر المرافق المدنية في المنطقة بما فيها محطات المياه والمستشفيات تستمر معاناة السوريين جراء الانتهاكات التي تمارسها بحقهم سلطات أمر واقع لا تمثلهم ولا يهمها إلا السيطرة والنفوذ في مناطق أرهقتها الحرب وأصبح الأمن وكسب لقمة العيش فيها مطلبا صعب المنال ما دامت هذه الأطراف مسيطرة عليها وينضم إلينا السيد همام الزعزوع محلل سياسي من أبناء دير الزور من الباب أهلا وسهلا بك ما هي الأوضاع الميدانية حاليا حسب معلوماتك؟ لا تزال الاشتباكات قائمة ما بين قوات الفارحة في شرط الفرار طبعا كلنا يعرف تساليب النظام باستخدام بعض الناس المحليين لإثارة الفوضى بهذه المنامط ولا تزال الاشتباكات قائمة لحتلها في مناطق أسد ما هي توقعاتك للتطورات المستقبلية بناء على الوضع الموجود حاليا؟ طبعا على قوات أسد أو المفروضين على الشعب في شرط الفرار عليهم أن يدركوا أن النظام أسد ليس جزءا من الحال يجب أن يقطعوا أي اتصال أو أي تنازلات لنظام أسد ويجب أن يكونوا واقعيين بهذا التمر في كل فترة نسمع تصريحات من بعض القيادين من قسد على التقارب مع النظام وفتح قنوات اتصال مع النظام وها هو النظام اليوم يشعر جبهات جديدة كان أولى به أن ينتفت إلى ما يقع به من مشاكل مع شعبه مع المعيشة مع الأمور ولكن هذا النظام مصمم على أنه يحرق سوريا جميعا ما هو دور إيران في الاشتباكات والخلافات الحاصلة بين قسد والأسد؟ إيران تحاول أن تغير البوصلة بهذا الوقت إيران طبعا تقع بمشاكل عادية إيران تحاول أن تقنع جماهيرها أو تقنع شعبها بأنها قادرة على إسرائيل أو أمريكا فكل فترة يعني يحدثون بالبلاد هنا وهناك لإشغال ضاء العام عن ما تبرطوا به من حروب ليسوا بأهل الله وتصريحات أكبر من حجمهم يعني شكرا لك سيد همام الزعزوع محلل سياسي من أبناء دير الزور كنت معنا من الباب هاجمت عدة فصائل بالجيش الوطني نقاطا مختلفة لقسد وذلك ردا على تفجير حاجز الشط الذي راح ضحيته تسعة أشخاص من جانبه أكد الاتلاف الوطني على ضرورة تكثيف الجهود الأمنية في المناطق المحررة لحماية المدنيين التقرير والتفاصيل بشكل لا ريب فيه توجه المعارضة السورية الاتهام لقسد وما أسمتها الميليشيات الإرهابية وتحملها مسؤولية التفجير الذي استهدف حاجز الشط قرب مدينة عزاز وأودى بحياة تسعة أشخاص من بينهم عناصر يتبعون للجيش الوطني والشرطة العسكرية عسكريا أعلنت القوة المشتركة في الجيش الوطني عن قصف مواقع لقسد في شمال وشرق حلب عبر صواريخ الجراد فيما أعلنت الجبهة الشامية استهدف مواقع وتحصينات لقسد في تل رفعة شمالي حلب وقالت إنها حققت إصابات مباشرة قوات الجيش التركي شاركت بالرد حيث قصفت عدة مواقع لقسد في تل رفعة وحربل والشيخ عيسى بحسب مراسلنا الذي قال أيضا أن فرقة المعتصم في الجيش الوطني السوري تمكنت خلال عملية نفذتها من السيطرات على كتلة مبان لقسد بمحيط قرية حربل جنوبية مدينة مارع وتفجير مبنى بعد انسحاب مقاتليها ما أدى إلى مقتل وجرح عناصر من قسد ترد المعارضة عسكريا على قسد التي تعتبرها المسؤول الأول والأخير عن معظم عمليات التفجير التي تطال مناطق شمال غرب سوريا فيما يؤكد الائتلاف الوطني على ضرورة إحلال الأمن في المنطقة عبر القضاء على خطر ما أسماها الميليشيات الإرهابية التي تستهدف استقرار المناطق المحررة وشددا في الوقت ذاته على ضرورة تكثيف الجهود الأمنية في المناطق المحررة لحماية المدنيين والوصول إلى الضالعين في هذا العمل الإرهابي لإنزال أشد العقوبات بحقهم والرد المناسب على من يريد زعزعة استقرار المناطق المحررة هدث الائتلاف يشير إلى ضرورة تكثيف العمل داخل المناطق المحررة عدا عن العمليات العسكرية خارجها فالمنطقة فيما يبدو تحتاج مزيدا من الجهود الأمنية في قبل استمرار محاولات اختراقها ومنع الاستقرار فيها وتغذية خلايا منها ما يتبع لسلطة الأسد ومنها ما يتبع لقسد وحتى لإيران جهات تقول المعارضة السورية إن هدفها الأول زعزعة استقرار السوريين وأمنهم خرجت مظاهرات شعبية عقب صلاة الجمعة في مدن إدلب وبنش وكفر تخاريم وأرمناز وأريحة وبلدات كيلة وأبين سمعان ومخيمات كفرومة وكفر لوسين بحسب مراسل حلب اليوم وطالب المتظاهرون بتنحي الجولان عن إدارة المناطق التي تسيطر عليها الهيئة وتشكيل مجلس قيادة وتبيض السجون هذا وتستمر المظاهرات عقب ما يقارب الستة أشهر من بدئها على خلفية حملات اعتقال شنتها لا هيئة تحرير الشام بحق الناشطين إلا جانب عمليات التضييق بحسب المتظاهرين الذين يطالبون بالإفراج عن المعتقلين وإنهاء الحالة الأمنية التي تعيشها المنطقة يستمر اعتصام الكرامة أو ما يعرف بانتفاضة الأول من تموز بنشاطه في مدينة عفرين وبقية مدن شمال حلب ورغم مرور شهر على الاعتصام لا يزال المعتصمون يتمسكون بمطالبهم ورفضهم التطبيع مع سلطة الأسد شهر مضى ولازال اعتصام الكرامة مستمرا بمطالبه شرارة إقامة الاعتصام كانت أحداث عفرين وما رفقها من سقوط ضحايا وما تبيعه من مطالب محاسبة المسؤولين عنه لكن يبقى مطلب رفض التطبيع مع سلطة الأسد أبرز المطالب التي دفعت مدن شمال حلب كمدينة إعزازة ومارع للالتحاق بركب الاعتصام الاعتصام مطالبة واضحة أول شيء بالنسبة لمطالب السنوية بالنسبة لمن أطلق النار على المتظاهرين حق التظاهر السلمي هو حق مقدس لا يمكن المساس فيه وكل من أطلق النار على المتظاهرين يجب محاسبتهم والتحقيق معهم بالنسبة لهذا المطلب تم تشكيل لجنة من الحقوقيين للدفاع عن محاسبة من أطلق النار وتعويض زوج الشهداء والجرحى بالنسبة للموضوع الخطوة الأساسية التي هي انتخاب قيادة عليا تمثل الشارع الثوري حقيقة وتمثل الثورة قدمة أكثر من مليون شهيد من أجل ضبط الحراك تأسست لجنة هدفها ضبط أي تحرك يهدف لحرف اعتصام الكرامة عن مطالبه الأساسية ومنع لإعاقة أي نشاط مدني أو إغلاق للطرقات قررت لجنة الاعتصام أن يكون اعتصام الكرامة من الساعة السابعة وحتى العاشرة مساء كما تم تأسيس لجنة حقوقية للدفاع عن مطالب المعتصمين الاعتصام عم يتوسع عم نشوف نقاط تواجد للاعتصام في الباب نقاط تواجد للاعتصام في ماريا في صوران في ميدانكي النقاط الاعتصام عم تتمدد ولو كان ببطء نتوقع استمرارية لأنه بصراحة ما كان فيه تجاوب على قدر المسئولية ما كان فيه مؤسسات تحاسب وتشوف مطالب الشارع هو فضيعة وشرق كبير ما بين المؤسسات والمطالب وما بين الشارع السوري يعد اعتصام الكرامة أطول اعتصام من نوعه في الشمال المحرر وأهدافه ومطالبه تعكس وجهة نظر الشارع من موقف التطبيع مع سلطة الأسد التي هجرت وقتلت الآلاف من الشعب السوري يؤكد المعتصمين هنا في ساحة النيروز بأنهم مستمرين في اعتصامهم حتى تحقيق مطالبهم وأن ساحات الاعتصام تتوسع مع انضمام مدنين أخرى بالاعتصام مؤخرا وأن المطالب هي مطالب الشارعي بشكل عام أحمد شمالي حلب اليوم عفري قصفت طائرات إسرائيلية مواقع تتبع لسلطة الأسد في محيط مطار الشعيرات العسكري بريف حمص الشرقي وأعلنت سلطة الأسد عن إصابة أربعة عناصر ووقوع خسائر مادية جراء القصف وذكرت روسيا اليوم أن القصف استهدف موقعا للفرقة 11 في جيش سلطة الأسد بينما أشار مركز أبحاث ألمى الإسرائيلي في وقت سابق إلى أن إسرائيل تستهدف بشكل مستمر أحد طرق المرور الرئيسية ضمن الممر البري الإيراني بين العراق إلى لبنان مرورا بحمص مشيرا إلى أن المنطقة المستهدفة تقع قرب مطاري تيفور والشعيرات وهما بنية تحتية للتخزين في ممر الأسلحة الإيراني وأكد المركز أن الميليشيات الإيرانية تنقل الأسلحة عبر الممر البري بين العراق وسوريا وصولا إلى لبنان نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل حرصا على سلامة الأهالي من الغرق الدفاع المدني يقدم خدمات الإنقاذ المائي في داركوش مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار النساء من قناة حلب اليوم التقى وزير الخارجية هاكان فيدان مع رئيس الاتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحر ورئيس هيئة التفاوض السورية بدرجاموس ورئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى وقال السيد هادي البحر عبر حسابه على منصة إكس إن اللقاء تضمن تبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة في سوريا كما ناقشوا قضايا اللاجئين في تركيا ودول الجوار والواقع الأمني في شمال شرق سوريا وشددت المعارضة على أهمية دعم الحكومة السورية المؤقتة حتى تعمل على زيادة الخدمات وخلق فرص عملين للسوريين وأكدت جميع على أن الحل السياسي وفق القرارات الدولية هو المخرج الوحيد للأزمة السورية وينضم إلينا السيد طارق الكردي عضو هيئة التفاوض السورية من غازي عنتاب أهلا وسهلا بك ضمن أي سياق يأتي هذا اللقاء هل هو اجتماع دوري أم أنه كان برغبة من أحد الطرفين مساء الخير لحضرتك مساء الخير للمشاهدين والمستمعين الكلا الحقيقة هذا اللقاء يأتي ضمن الاجتماعات المتواصلة والمستمرة بيننا وبين الأشقاء الأتراك على كافة المستويات ومع كافة الجهات المعنية بالقضية السورية داخل الدولة التركية فاللقاء هو لقاء روتيني دائما تجري هذه اللقاءات لتبادل وجهات النظر التأكيد على المواقف السياسية وتأكيد على وقوف الأشقاء الأتراك مع الشعب السوري ورغبتهم في المحافظة على وحدة وسلامة الأراضي السورية والوصول إلى حل سياسي وتنفيذ القرار 22-54 هل تلقى الوفد أي وعود جديدة حيالاً ملفات التي تم طرحها بدءاً من الحل السياسي وصولاً إلى ملف اللاجئين؟ لا ما في وعود جديدة بمعنى الوعود الجديدة لأنه مثل ما حكينا يعني نحن بموضوع العملية السياسية نحن نظرتنا وعملنا ووجهات نظرنا متطابقة على أن سوريا تحتاج إلى حل سياسي تحتاج إلى تطبيق القرار 22-54 والقرار 2118 وتحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي هذا هو الذي سيوقف كل النتائج السلبية التي نراها في سوريا منذ سنوات طويلة من لاجئين ومعتقلين ونازحين وانتهاكات ارتكرها هذا النظام بحق السوريين فإذن هو جزر القضية السورية هو جزر سياسي ولذلك يجب الذهاب إلى حل سياسي يعني ينهي المشكلة برمتها بموضوع اللاجئين السوريين بتركيا أكيد يعني معالي الوزير طمأن الوفد وفدنا الذي كان موجود يعني بلقاءه بالأمس وإن شاء الله ستكون هنا خطوات ويستمر التعاون والتبادل يعني الآراء وتبادل المعلومات لإيجاد الحلول لكافة المشاكل التي يمكن أن تتولدت في المستقبل تم الحديث عن إيجاد آليات دولية من أجل دفع الحل السياسي هل يمكن توسع بهذه النقطة وما هي الآليات المتوقعة؟ يعني نحن خلينا نقول شغلة نحن آخر شيء في عنا قرارات دولية واضحة وتنص على خطوات وتنص على جداول زمنية وهناك السلال الأربعة هناك اللجنة الدستورية هناك المفاوضات السياسية هناك المحاسبة والمسائلة للمنتهكين في سوريا هذه الأمور موجودة نحتاج فقط إلى إرادة دولية تضغط على هذا النظام حتى يأتي إلى المفاوضات حقيقة ويعني نفذ القرار 22-54 ونذهب إلى انتقال سياسي ديمقراطي وبناء دولة ونظام جديد في سوريا دولة القانون ودولة المواطنة نعم شكرا لك سيد طارق الكردي عضو هيئة التفاوض السورية كنت معنا من غازي عنتاب أقامت جامعة حلب في المناطق المحررة بالتعاون مع المركز السوري الأمريكي ندوة حوارية بعنوان عمل الجالية السورية والمجلس السوري الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية وسط حضور لعدد من الأكاديميين والمهتمين بالشأن السياسي والإنساني وعدد من طلاب الجامعة من خلال قريطة عمله التي يشق عبرها المجلس السوري الأمريكي طريقه ليكون في طالعة المناصرين للقضية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتعاون مع جامعة حلف في المناطق المحررة أقيمت على مدرج الجامعة ندوة حوارية بعنوان عمل الجالية السورية والمجلس السوري الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية بصراحة نحن من خلال زيادة للشمال الغرب سوريا بشكل عام وندوهاي بشكل خاص ويعلو أدت أسباب السبب الأول أنه نحن في المجلس السوري الأمريكي نكون على تواصل مباشر مع الأرض بشركانه هنا على الأرض في سوريا لحتى نحن يكون عنا الطلاع بشكل مباشر على الأمور وكيف تسري نسمع المشاكل نحكي معنا كيفية الحلول نتحدث بمشاريع الشركات هذا يعطينا نحن قوة لحتى نبني استراتيجية فعالة أكثر حضر الندوة عدد من الأكاديميين والمهتمين بالعمل السياسي والإنساني في الشمال السوري وعدد من طلاب الجامعة حيث دارت نقاشات بين القائمين على الندوة والحضور لتقارب وجهات النظر بين الطرفين والاستفسار عن آليات عمل هذه القوانين وإلى أي مدى وصلت إليها الندوة كانت مهمة جداً كان هناك قضايا نحن كنا ما نعرفها أو نعرف عنها أمور بسيطة جداً توسعت الرؤية الأستاذ أفاض جداً في الشرح يشعر على هذا الجهود اللي عم يبزلوها شرح لنا عن معوقات اللي عم يواجهوها شرح لنا عن أمور أنه بالفعل القضية السورية مغيبة في الولايات المتحدة الأمريكية أنا أعتقادي أن التناغم ما بين الداخل والخارج هو رح ينتج بشكل أفضل يعني مهما كان الأخوة هناك بأوروبا أو بأمريكا أقوية إذا فقدوا الاتصال معنا في الداخل بيكونوا ضعف تركز عمل المجلس خلال السنوات السابقة على شقين سياسي يدعم القوانين التي تقره من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والتي تلاحق نظام سلطة الأسد وجرائمه وشق إنساني يسهل عمل اتفاع المدني السوري ومنظمات المجتمع المدني من خلال تأمين الدعم لها ومراقبة عدم وحوع المساعدات بيد سلطة الأسد ضمن مساحا وجهود يسعى من خلالها المجلس السوري الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية عقد ندوتا من منصرة القضية السورية وذلك من خلال دعم قوانين قيصر ومنح تطبيع مع سلطة الأسد الذي أصبح شريانا للكبتوغون في المنطقة كما وصفه الكونغرس الأمريكي لؤي اليونس قناة حلب اليوم مدينة عزاز أطلق عدد من الحلاقين مبادرة لحلاقة شعر أطفال المخيمات في مدينة جنديرس بشكل مجاني حيث يستهدف الحلاقون في كل يوم سبت أحد المخيمات ويهدفون من هذه المبادرة لتخفيف الأعباء عن الأهالي وإدخال الفرحة لقلوب الأطفال ورسم البسمة على وجوههم يجهز محمد وفريقه من الحلاقين معداتهم للانطلاق إلى أحد المخيمات بناحية جنديرس في عفرين ليباشروا العمل بحملتهم التطوعية التي أطلقوها قبل فترة والتي تستهدف مخيمات النازحين بناحية جنديرس إحنا بدأنا بالفكرة أول شيء بالصالون فتحنا يوم مجانا بكل أسبوع كان يوم الثانين استهدفنا فئة الأيتام مثلا يجروا عندنا الأيتام يحلقه بعدين طورنا الفكرة إحنا سويناها يوميا بشكل يومي من الساعة 9 حتى الساعة 12 استهدفنا جميع الأطفال الموجودين في جنديرس جنديرس وريفا سبحان الله أثناء العمل يعني يجينا أطفال ونخارج منطقة جنديرس من المخيمات يستهدفوا المحل عنه ويجيح له حبينا نطول فكرة اطلعنا إلى برد جنديرس استهدفنا المخيمات أكثر من مئة طفل مستفيد بكل زيارة يقوم بها محمد وفريقه لهذه المخيمات وقد لاقت الحملة استحسان الأهالي الذي نباتوا بحاجة لأي مبادرة صغيرة أو كبيرة لتخفيف الأعباء التي يعيشونها الله تزاهم الخير مركز الهيسام أطلق مبادرة أنه تفريح على الأطفال حلائية والحمد لله مثل ما الكشفين الوضع هي الأحلاءة مو أنه كونها أنه معنوية هي ذات قيمة عنا يعني عنا أشخاص عائلات من 14-15 نف يعني إذا كل واحد والده يوميته لا تقل يعني مئة ليرة سوري مئة ليرة تركي إذا بدأوا على الحلاء بدأوا يحط دولار ونص فتكلفة ميكة مباهزة تقريبا في 450 عيليهم في المخيم يعني اللي عنده ولد ولدين بجوز يحسن يحلق اللي عنده 5-6 ما مع وجور الحلاءة وهي خيصة بس يعني مبادرة كتير كويسة الله يجزيكم الخير يا رب يقول القائمون على المبادرة بأن هدفهم الأول هو رسم البسمة على وجوه الأطفال وأنهم سيبقون مستمرين بالحملة وتطويرها خلال الأيام القادمة على الرغم من أن تكلفة الحلاقة حوالي دولار ونصف إلا أنها تشكل عبءا على الكثير من الأهالي الذين يبلغوا متوسط دخلهم 7 دولارات في اليوم يقصد الأهالي خلال الصيف المسطحات المائية بمنطقة دركوش شمالي غربي إدلب ما يدفع فرق الإنقاذ المائي في الدفاع المدني إلى نشر نقاط له في منطقة عين الزرقى حرصا على سلامة الأهالي من الغرق بتمعن وحذر يراقب سامر المتطوع في الدفاع المدني الأجواء هنا على جانبي نهر العاصي بمنطقة دركوش حيث ينضي ساعات متواصلة في هذا العمل ففريق الإنقاذ المائي يستنفر عناصره على مدار الساعة للحيلولة دون حدوث أي طارئ قد يعكر الأجواء هنا خلال فصل الصيف نحن كفرق إنقاذ مائي في الدفاع المدني السوري نعمل على تشكيل نقاط متقدمين في الأماكن الأكثر زيارة من قبل المدنيين مثل بحيرة ميدانكي في عفرين ومنطقة عين الزرقى في دركوش وجودنا بهذه المناطق لحتى نكون قريبين من المدنيين بحيث طلبوا مساعدة ولو توعيتهم وإرشادهم عن مدى خطورة السباحة بهذه الأماكن وإرشادهم عن الأخطار والعوائق الموجودة داخل المياه عشرات العوائل تقدم يوميا إلى منتزهات عين الزرقى ونهر العاصي بمنطقة دركوش حيث الأجواء الجميلة والتي قد تخرج هؤلاء المصطفين قليلا من أجواء التهجير والنزوح التي أرهقتهم لسنوات طويلة بحسب فرق الدفاع المدني فقد تمت الاستجابة منذ بداية الصيف الحالي لخمسين نداء استغاثة من المصطفحات المائية تم إنقاذ واحد وعشرين حالة في حين فقد نحو عشرين شخصا حياتهم كما عملت فرق الدفاع المدني على حملات توعية من مخاطر السباحة في هذه المصطفحات وحذرت الأهالي من ضرورة الانتباه أثناء الاستجمام جهود حثيثة يقدمها هؤلاء الشباب في فريق الإنقاذ المائي في الدفاع المدني على مدى عدة أشهر صيفية في سبيل تأميل الأهالي في هذه المناطق السياحية عيسام المنصور حلب اليوم منطقة دركوش غربيا إدلب دفع غلاء أسعار إيجار المحال التجارية في مدينة إدلب الشاب أحمد حمدي إلى تحويل عربة متنقلة إلى مقهى وهي تشكل مصدر رزقه الأساسي أنا أحمد حمدي من مدينة بنش كان عندي محل في بنش اللي بها المصلحة شيء سبع سنين من الشيء ستة شهور ترك محل بنش حبيت قطع لإدلب إنه هون في كسافة سبيان أكتر فتحت بمنطقة بإدلب بشارع الكنيسة ضليت ستة شهور فما عجبتني حركة الشارع كثير يعني صرت دور على محل هون بهاي المنطقة ضليت شهرين عبعاني بين الموضوع ما كنت لقي محل آخر شيء لقيت محل صغير وما بناسبني فكنت ناوي أفضل لأني مضطر صاحب المحل بده 500 دولار أجار محل وبالإضافة لأبو المكتب بده كميسيون 500 دولار الحمد للعندي زبونات وكان شغلي هونيك ميشي وميسور بس أنا حبيت إنو طوير حالي أكتر فهوني يعني هذا الشارع عندك هو يصير كتير حركة يعني أكتر شي هوني العالم تلا طريقة من هون كاليف مرتفع يعني أنا تبت عليها نوع الخشب حطيته أول إنهيك في مني كانت كلفني أقل من هيك بس أنا حطيت كل شي نوع أول ما في صعوبات لحد الآن ما أنه أنا جديد هوني هلأ بتمنى أنا من الزباين أنه أكسب سيقتهم ويكسبوا سيقته ويعطوني ملاحظات مثلا إذا فيه شي ما عجبا أو أي ملاحظة إنشان حاول عدي الشي اللي أعمل ويطور حالي أكتر وبتمنى أنا إنو يكون عندي محل كبير مثلا نهاية نشرتنا لهذا اليوم لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وصائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني هلبتودي تي بي دوت نيت دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة